بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة المؤلمة لإدمان على السكر والسكريات وهذا جواب للعزيزة التي لا تستطيع العيش بدون التمر والدبس وأقول لها أنك مدمنة على السكر وكل إنسان يقول لا أستطيع العيش بدون السكر أو عندي سويت توث أو سني يحب الشقر فهم مدمنون على السكر والإدمان هو أنواع متعددة ويسببه مواد كيميائية مثل النيكوتين عند التدخين والكفايين عند شرب القهوة بكثرة وحتى الشاي والكحول عند المدمنين على الكحول والسكر الموجود في كل الأكل وهناك إدماناً اجتماعياً وهو شراء المواد بكميات كبيرة فواحدة تشتري قبعات بعدد كبير والأخرى تشتري ترامس والثاني يشتري أحذية وهكذا والرجال عندما يذهبون مع النساء الأخريات بالرغم من أنهم عندهم زوجات وعائلة وهذا مرض إدماني إذنه إدمان فعليه العلاج إن الاستمرار في أكل السكر سيحفز هذه الخلايا سيحفز هذه الخلايا التي تفرز مادة الدوبامين ومع مرور الوقت ومع كبر كمية التحفيز فسوف تموت هذه الخلايا من كثرة التحفيز وبالطول المدة ولذلك تقل مادة الدوبامين ماذا يحدث عندما يقل الدوبامين فيشعر الإنسان بالكآبة والبطء في الكلام والحركة ولا يحب أن يقوم بالرياضة وحتى تتغير معالم مجهو فيصبح كئيباً ومتألماً وتعيساً ويكون جوعاناً ويأكل طوال الوقت ولكن إذا قطعنا السكر لمدة ثلاثة أسابيع إلى شهر فإن مستقبلات هذا الدوبامين سوف ترجع وسوف تتغير حالة الجسم والحسن الحظ فإن الدوبامين يفرز أيضاً من قبل المايكروبايوم في الأمعاء وإذا قطعنا السكر فإن المايكروبايوم سوف تبدأ بإنتاج الدوبامين ولماذا نعرف هذا؟ لقد أجريت تجارب على الأطفال وعلى البالغين ووجدوا بأنهم عند قطعهم السكر فيبدأون بالتعاسى لمدة خمسة أيام إلى أسبوع وكل حال المدمنين هو كذلك ولكن بعد ذلك سترجع صحتهم وبالنسبة للأطفال فسيستطيعون الدراسة والتركيز وقراءة الكتب ولا يعملون مشاكل في المدرسة ويكونون سعيدين في مدرستهم ويرجع الطفل إلى الحياة ولماذا؟ لأن الأهل لم يعرفوا بأنهم عندهم طفل مدمن وكذلك البالغين فسيتألمون لمدة أسبوع من قطع السكر وبعدها سيشعرون بالتحسن والمهم هو أن لا ترجع مرة أخرى ويصير عندك حالة ريلابس يعني ترجع حليمة إلى عادتها القديمة ولماذا؟ لأنه من البساطة السقوط في الهاوية مرة أخرى لأن السكر متوفر في كل شيء وفي كل أكل المصنع وكذلك الناس ليس عندهم المعرفة فعندما تختلط معهم فيقدمون لك السكريات والحلويات والكليتشة مالت العيد والكيك مالعيد ميلاد فهذه مشكلة المجتمع ولذلك بينما إذا كنت مدمنا على المخدرات فالحصول على المخدرات هو أصعب لأنه يكلف كمية كبيرة من النقود وقد تضطر هذا المجمن إلى السرقة أو إلى القتل للحصول على المال لشراء هذه المخدرات بينما السكر فهو رخيص ومتوفر والناس بدون معرفة لهذا السم القاتل والعلاج هو قطع السكر عمل الصوم المتقطع وأكل الأكل الصحي وأدم أكل أي أكل معلب في قنان بلاستيكية زجاجية علب وعليه وعليه علامة وعليه كود ولقد أجريت تجربة شخصية وأخذت علبة من الأكل المعلب في مخازل لدل وقرأتها وحسبت كم مادة مضافة إلى الأكل وكانت 93 مادة وأهمها الملح والسكر والكحول والمواد الحافظة واللي يسموها امالسيفاير امالسيفاير التي تخلط الماء مع الدهن وما هو الامالسيفاير فهو المادة الكيميائية التي نستعملها لغسل الملابس ولتنظيفها من الجهون والأوصاخ وذلك بأنها تخلط المواد التي لا تذب في الماء مع المواد التي تذوب في الماء ولقد ذكرت في جزء الماء أن هناك مواد تحب الذوبان في الماء وتسمى هايدروفيليك ومواد تخاف من الماء أو تتجنبه أو لا تذوب به مثل الدهون وتسمى هايدروفوبيك فهذه المواد التي يضعوها في الأكل المصنع ومواد كيميائية أخرى تذيب المادة المخاطية المبطنة للأمعاء وتزيلها وهذه الطبقة هي جزء مهم من الجهاز المناعي للجسم لمنع دخول البكتيريا والسموم إلى داخل الجسم فإذا هذه الطبقة ماعت نتيجة الأكل الإصطناعي والمعلب والذي نشتريه من السوق حاضر فسوف تذهب هذه وتذوب هذه المادة المخاطية المبطنة للأمعاء وسوف تدخل البكتيريا والسموم التي تفرزها هذه البكتيريا وأخشية البكتيريا فتدخل من بطانة الأمعاء وتدخل إلى الدم وتبدأ هذه الخلايا في الدم وتسوي الالتهابات في كل أنحاء الجسم وأثناء هذه العملية فإن البروتين اللاصق بين خلايا بطانة الأمعاء ويسمونه زونيولين سوف يبدأ بالتحلل والتفكك ولذلك فإن البكتيريا سوف تدخل من القناة الهضمية إلى الدم ونتقو هذه الحالة ليكي قط أو القناة الهضمية المزرفة أو التخرخر أو مثل المنخل ليكي يعني التي تسمح بالمواد خلالها ليكي يعني مو يعني فالشي قوي حتى يمنع المواد من الدخول وهو هذا سبب كل الأمراض ولذلك نقول بأن المعدة بيت الداء والقناة الهضمية هي بيت الداء وماذا تضع في فمك هو بيت الداء وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر